اهلا بكم مجددا معكم النورسة علي ونستمر مع فيديو جديد وفيديو اليوم هو كعنوان هذا الفيديو وحديث عام حول محرر فيم هذا الفيديو ليس شرح عن استخدام محرر فيم لانا للطف القناة نحن شرحنا كيفية استخدام فيم وهناك ايضا المزيد من الفيديوهات حول هذا الموضوع لكن فيديو اليوم هو عن مديث عن محرر فيم سنتحدث عن محرر فيم سأجيب عن تساؤلاتكم حول محرر فيم اذا لم تستخدموا محرر فيم مسبقا فشاهد هذا الفيديو اذا سمعت بمحرر فيم وتريد ان تعرف عنه اكثر شاهد هذا الفيديو فقط سأتحدث ليس هناك درس تقني او تعليمي سأجيب عن التساؤلات العامة حول فيم او التساؤلات المبدئية حول فيم فما هو فيم؟ بكل بساطة فيم كمحرر كمحرر اتم كاي محرر انت مثلا تستخدمه كمحرر مثلا نوتباد بلاس بلاس مثلا كاي محرر اخر يساعدنا على ان نكتب بداخله ونحرر الاشياء التي نكتبها بداخله اذا كانت نص عادي ام كانت كود وكود باي لغة يعني اذا كنت ان تكتب سي بلاس بلاس اذا كنت ان تكتب بايثل ايضا كما يمكنك ان تكتبه باتوم او اي محرر اخر. فهذه هي الفكرة المبدئية. فقط محرر. لكن فكرة انه محرر متقدم كثيرا. ليس قليلا متقدم كثيرا. يساعدك هناك خصائص بطريقة عاملك مع مختلفة تماما عن تعاملك مع اي محرر اخر. وايضا يساعدك على القيام بالامور بشكل اسرع. واذا استخدمت فطريقتك بالتعامل مع المحرر ستختلف كليا. فهذا هو اختلاف طبعا هذا بشكل عام. لكن ماذا يعني هذا الكلام بشكل خاص يعني. انا لو حاولت الكتابة هنا او مثلا جئت الى هنا. وحاولت الكتابة. مثلا لا 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 يكتب. لا يكتب فعليا اي شيء. وانا قمت بي لاحظوا قمت بكارثة اثناء الحاولة محاولة الكتابة هنا. اه لان لا اه لا يمكنك ان تكتب مباشرة. مجرد ان تفتح الملف وان تكتبه. هناك شيء اسمه اوضاع فيم او فيم موت. وباوضاع فيم هو انك يمكنك اه اول اول انما تفتح الملف في البداية. فانت لا يمكنك الكتابة على الملف فقط يمكنك تصفح هذا الملف. هذا اسمه نورمال موت. فيمكنك ان تتصفح هذا الملف مبدئيا فاذا اردت مثلا ان تنتقل الاسفل عليك ان تكبس زر معين. ليس ربما الاسهم احيانا لكن هناك زر اخر لانتقال الاسفل. زر للانتقال الاعلى. زر للانتقال اليمين. وزر الانتقال اليسار. فهذا انا في النورمال موت. لاحظوا هنا في الاسفل مكتوب نورمال. انا بالنورمال موت. ويتم فعليا الانتقال وتصفح الملف. اذا اردت ان اكتب على الملف فعلي ان انتقل لشيء وضع اخر اسمه او وضع الادخال. ومثلا اذا اردت ان اكتب هنا فعلي ان اقوم بالدخول لوضع الانسرت مود فهناك اكثر من طريقة للدخول للانسرت مود. لكن مثلا انا ادخلت الان الانسرت مود وساكتب اي شيء. عندما اريد الخروج من الانسرت مود علي ان اقوم بنقل على اسكيب فعط الى النورمال مود. فلاحظوا انا لا اشرح الان فيم لكن انا اوضح لك فكرة جديدة بالنسبة للمحررات. فاذا المحرر العادي انت تدخل للمحرر تكتب وتخرج فقط. هكذا. لكن محرر فيم يختلف. عندما تدخل للمحرر انت ليست في وضع هناك اوضاع. ليست في وضع الادخال. يمكنك تصفح الملف بالوضع العادي. اذا اردت ان تكتب شيء عليك ان تدخل لوضع اخر. وهكذا. فكل حركة وانتقال للملف. فانا استخدم اصابعي ونقراتي على لوحة المفاتيح. فهذا هذه ايضا فكرة اخرى. ان مثلا في المحررات الاخرى. اذا اردت مثلا ان احدد هذا. فبكل بساطة علي ان اقوم بالنقرة على الفقرة. انا الان استخدم الفقرة واحدد بهذه الطريقة. فيدي انتقلت من لوحة المفاتيح الى الفقرة. واصبحت ان احدد بهذا الشكل. هذا ضد فلسمنة. فلسفة فيم. انا هذا. هذا شيء يضيع الوقت. يضيع الوقت. ان اقوم بالانتقال بين لوحة المفاتيح والفقرة والفقرة واللوحة المفاتيح. لا. فكرة فيم ان استخدم لوحة المفاتيح دائما. وان تكون اصابعي دائما على لوحة المفاتيح. وكل عمل اريد ان اقوم به يكون من خلال لوحة المفاتيح. فالان انا ساستخدم لوحة المفاتيح. لان استخدم الفقرة. فبكل بساطة اذا اردت تحديد هذا سأقوم بالنقر على شيء ما. طبعا مرة اخرى هذا ليس درس كيفية القيام بذلك. انا فقط اريكم الفكرة. فاذا يمكن ان اقوم بالتحديد بهذا الشكل. انا فقط اقوم بالنقر على لوحة المفاتيح. ولاحظوا في الاعلى مكتوب فيجوال لاين. فانا في وضع اخر اسمه وضع التحديد تحديد الاصدر فيجوال لاين. فهذه ايضا فكرة من افكار فيم وهذه التي تجعلك اسرع باستخدام الامور. يعني بدلا ان تستغرق الوقت باستخدام الامور. طبعا انت تقول ان يعني لا مشكلة انا استخدم الفكرة وهذا الشيء لا يضيع الوقت فعليا هذا الشيء يضيع الوقت لان راكم كل الثواني التي انت انتقلت فيها من مكان لاخر انتقلت يدك من لوحة المفاتيح للفكرة والفكرة للوحة المفاتيح. ومع مرور الوقت سيصبح هذا متعب بالنسبة لك ويأخذ وقت. فهذا فيم يقول لا استخدم يدك دائما استخدم لوحة المفاتيح دائما وفقط. يعني لا تستخدم الفأرة. فا ايضا اول فكرة في فيم اختلافه عن محرارات الاخرى ان عليك ان تقوم بفكرة الاوضاع او الموت. الفكرة الثانية هي فكرة ان تستخدم لوحة المفاتيح دائما ولا تستخدم الفأرة. وهذا الشيء يجعلك اسرع. ايضا ب فيم يوجد اشياء اخرى يمكنك ان تقوم بها مختلفة عن المحررات الاخرى فيم. يعني يمكنك ان تفكر به كلغة يعني كلغة منفصلة بحد ذاتها. فمثلا يعني اذا اردت مثلا انا ان اقوم بمثلا بالكتابة بين هذه الاشارات او مثلا دعوني اكتب شيء جديد. واكبر الخط هكذا. فمثلا اذا ارد ان اكتب هنا مثلا هاي جيد. فانا الان مثلا اريد ان اغير ما بداخل هاي واكتب هلو. فبالوضع الطبيعي مثلا او بالمحرر العادي ربما ان احدد هذا هكذا. انا استخدم الفأرة الان. واقوم بمثلا او مسح لكن هذا الشيء لن ينفع فيم. فالطريقة هي اني يوجد اكتر من طريقة القيام بهذا الموضوع. طريقة المفضلة انا بالنسبة لي ان اقول لي فيم احدف ما بين الكوتامcy auto and mark. وتقل الانسرت موض. لاحظوا هذه الجملة. مرة اخرى ساعي ردها. هذي الجملة بلغتنا. احدف ما بين الكوتuden كوتامcjon واضخلل الانسرت موض أو الidanخاء ووضع الانسرت موض. او او ادخال ووضع الان ادخال لاني اريد ان اكتب شيء ما. هذا الشيء بلغتنا. لكن في فيم كيف سيكون? في فيم لاحظوا ما الشيء الذي ساقولكم هناما الشيء الذي ساكتبه فيهم. سأكتب كلمة Delete أو حرف D يعني Delete وثم I يعني N Inside أو N وثم سأكتب Quotation Mark يعني Quotation Mark عفوا Quotation Mark يعني هذه Quotation Mark هذه الاقتباس الاقتباس المزدوج وفقط وثم هذا سيحدث هذا الشيء بداخلها بداخل هذه الأشياء فإذا سأدخل أنا فعليا بداخل هذه في أي مكان في أي مكان بداخل Quotation Mark سأكتب DI Quotation Mark تم الحذف الآن إذا أردت الدخول للإنسرت مود فسأدخل للإنسرت مود وأكتب الشيء الذي أريد يوجد أيضا طريقة أخرى للقيام بهذا الموضوع يعني أن أكتب بدلا من أكتب DI in Quotation Mark وثم أدخل للإنسرت مود يوجد طريقة أخرى بفهم أسرع أن أكتب C عفوا C يعني Change وI يعني N وثم Quotation Mark يعني هم بالتغيير ما بين Quotation Mark ودخل مباشرة للإنسرت مود فأنا سأكتب CI لاحظوا الآن أنا في الإنسرت مود يمكنني أن أكتب مجددا بعد أن لاحظوا طريقة عمل فيم كيف هي هناك لغة منفصلة لغة يعني تبدو أنها مفاتيح أو تبدو أنها نقرات أو يعني أكتب مثلا يبدو هذا الشيء لغة يعني عجيبة أو تبدو لغة غير مفهومة أو لغة تشفيرية لكن هي ليست كذلك هي لغة كلغتنا المحكية لكن يتم أخذ أحرف من الكلمات فمثلا أنا مجرد أن أكتب CI Quotation Mark أنا في عقلي أقول Change in Quotation Mark غير ما بين Quotation Mark فإذاً هذا الشيء يجعل من فيم له لغة منفصلة كلما اعتدت عليه ستقوم بإنشاء جملك الخاصة مثلا اهدف ما بين Quotation Mark ودخل للإنسرت مود غير ما بين Quotation Mark اهدف ما بين Curly Brackets يعني مثلا إذا أردت أن أهدف كل شيء ما بين هذه الكيرلي براكتس الموجودة هنا فأي مكان أنا هنا يمكن أن أكتب Delete in Curly Brackets وتم الحذف مباشرة فلا داعي أن أقوم مثلا بهكذا وأهدف كالمحرر العادي وأيضا هذه الطريقة لن تنفع ب فبداية طبعا بداية عندما تبدأ بعمل هذه الأمور عندما تبدأ بإستخدام ستشعر بصعوبة كبيرة كبيرة ليست صعوبة صغيرة ليست صعوبة وسط يعني صعوبة كبيرة واستخدام فيم سيكون يعني فعلا كبداية حتى كأول شهر حتى كثاني شهر حتى كأول سنة ستشعر أن فيم صعب جدا ولذلك السؤال هل علي أن أستخدم فيم أنا الآن أريد أن أجيب عن هذا السؤال هل علي أن أستخدم فيم أو هل استخدام فيم دعونا نجيب على السؤال أول هل استخدام فيم سهل لا ليس السهل استخدام فيم ليس السهل أبدا تحتاج أن يكون لديك عقلية معينة حتى تستخدم فيم أول هذه العقلية أن تكون هذا وتكون صبور جدا يعني بالبداية عليك أن تجب أصابعك. أن تبقى على لوحة المفاتيح. وأن تقوم بكل هذه الأوامر. هذه الأوامر ليست للحفظ. يعني مثلا change in quotation mark. delete in quotation mark. هذا ليست للحفظ. هذا أنت. هذه لغتك. كما قلت أنها فيم مع مرور الوقت يصبح لغتك. فأنت تكتب. تتكلم بلغتك. ماذا تريد أن تعطي أمر لفم؟ هل تريد أن تقول له change in quotation mark؟ change in curly brackets. delete. لا أعرف ماذا. فهذه الجمل أنت تقوم بإنشائها مع مرور الوقت. أنت تنشأ هذه الجمل. وتعطيها لفم. وهنا تنمو وتصبح خبير أكثر. خبرتك مع فيم تصبح أكبر وتنمو أكثر. فالموضوع أن هل استخدام فيم سهل؟ لا. هل يمكنني أن أستخدم فيم وأنا يعني مثلا قدرتي ليست كبيرة أو كل هذه الأمور. يعني نعم أي شخص يمكنه أن يستخدم فيم. لكن عليه قبل أن يبدأ باستخدام فيم. أن يعرف أن استخدام فيم يحتاج عقلية معينة وهي أولها الصبر والهدوء. الصبر والهدوء. إذا لم تكن صبورا لم تكن هادئا فأنت ستقول ما هذا؟ لماذا علي أن استخدم فيم؟ لماذا علي أن أكتب هكذا؟ أريد أن أقوم بأمر ما بذم وصعب أن أقوم به. لا أعرف كيف هذا؟ ما هذا المحرر؟ كيف أدخل كيف أخرجنا؟ فبداية ستتدمر كثيرا ولذلك أنا أقول لك إذا كنت تريد التدمر وإذا كنت لا تحب التعلم وكنت لا يهمك استخدام تريد فقط أن تستخدم محرر لا يهمك أن تستخدم محرر يعني متقدم أو لا فقط تريد استخدام محرر فلا تستخدم فيم. لأن فيم ليس لجعل الأمور تبدو خلابة كبداية وجعل الأمور تبدو سهلة جدا كبداية. فيم ليس محرر سهل استخدامه ليس سهل ولكن بعد التمرس عليه يصبح فيم سهل جدا. فإذا هذي هي الفكرة التي أردت أن أقولها. هل يمكنني تعلم فيم؟ بالتأكيد يمكنك تعلم فيم لكن يجب أن تكون صبونا وهادئا. هذه هي أول فكرة لأن عندما تستخدم فيم ستواجه الكثير من المشاكل ليس هو الحل السحري. فيم يبدأ عندما تفتح صفحة فيم أو تفتح ملف باستخدام فيم سيكون هذا الملف يعني لن يكون بهذه الصورة التي أنا أريك إياها. هذه الطريقة وهذه الألوان وهذا الموجود هنا وهنا مكتوب نورمال مود وهنا مكتوب اسم الاب وهذه الأشياء التي تبدو جميلة. أنا بالنسبة لي الشكل الآن الحالي جميل. فلكن عندما أنت تستخدم فيم لن يكون بهذا الشكل لأنك لن يكون هنا لن يكون مخصص عليك أن تقوم بتخصيصه. فأنا حتى ظهر لي فيم بهذا الشكل أنا قمت بتخصيصه. ومررت بكل مراحل الصعوبة التي أخبرتك عنها قبل قليل أنه عندما عندما تبدأ بم تريد مثلا أشياء أن تريد القيام بأشياء بسيطة ولا تجدها سهلة. لا تجدها مباشرة متوافرة. مثلا تريد أن تقوم بمثلا القيام بكومنتين مثلا. هكذا. فربما تجد هذه العملية ليست سهلة. تريد أن تقوم بيعني القيام بتعليق الأسطر معا لن تجدها سهلة. شيء بسيط جدا لن تجده سهل. مجرد أن تكتب على على بم بم لن تجده سهل. كبداية. أنا أقول كل هذا كبداية. طبعا أنا لا أبعدك عن لكن أنا أعرف أن الشخص الذي ليس له آآ جلد وصبر على التعلم لا يمكنه أن يتعلم فبالتالي أنا أحذرك كبداية فإذا كنت تبحث عن الخيارات الخلابة التي تؤمنها المحررات لن يكون هذا بم آآ فم جميل جدا استخدامه سريع جدا استخدامه آآ ممتع جدا استخدامه بعد أن تتمدس عليه بعد أن تأخذ الخبرة المناسبة لاستخدام آآ أنا أستخدام منذ آآ لا أذكر حقيقة يعني عام عامين ثلاثة عوام لا أذكر لكن آآ باستخدامي آآ اواجه صعوبات دائما حتى بعد كل هذا السنين من الاستخدام أنا دائما أواجه صعوبات آآ صعوبات آآ بسيطة يعني أحيانا تكون شيء بسيط أنا أعرف بمحرر آخر يمكن أن يقوم بالعمل بشكل سريع جدا آآ أو بالتخصيص أقصد بالتخصيص بمحرر آخر محررات الأخرى سهلة التخصيص يمكن أن أخصصها مثلا بثواني أو أجد حلها بثواني لكن بذن علي أن أبحث عن هذا الحل أو المشكلة البسيطة للتواجهني وأعطيها حل معين وأحيانا والحل يكون على فكرة دائما يكون جدا بسيط يكون بفقط إضافة مثلا تخصيص بسطر واحد أو آآ سطرين آآ فهذا الشيء يختلف عن المحررات الأخرى التي آآ أحيانا عندما تريد القيام بالتخصيص عليك أن تضيف مثلا بلغين كاملة أو تضيف شيء كامل أما بم آآ فأحيانا يكون التخصيص بسطر بسيط أو بالقراءة بالتوطيق الخاص بم آآ لأحيانا الحل لشيء الذي تريد إنجازه بتخصيص آآ آآ هو يكون بالهلب يعني ذهبنا إلى مثلا هنا فهنا يساعدك هناك مساعدة كاملة عن كيفية القيام بالأمور المختلفة آآ بآ آآ فأحيانا يكون الحل الشيء الذي تريده موجود آآ هنا لكن مرة أخرى لا يحتاج صبر لأنك عليك أن تذهب للديكمنتيشن وأن تقرأ فعليك أن تكون من عقلية أن يكون إديك عقلية التعلم الذاتي وعقلية البحث ويكون يعني أهم شيء يكون إديك هذه الأفكار حتى تستخدم آآ آآ أما إذا أردت أن تريد الأمور بسرعة تريد أن المخصص يعطيك كل الخيارات بثواني فلا تستخدم فأعتقد هنا أنا أجابت عن السؤال أن هل يمكنني تعلم فيم؟ فباختصار نعم إذا كنت حادئا وصبورا وتحب التعلم الذاتي وجاهز لمواجهة الصعوبات والتحديات في تخصيص فيم أما غير ذلك لا يمكنك التعلم فيم ولا داعي أيضا لتتعلم فيم إذا لم يكن لديك هذه العقلية فيم تعلمه صعب جدا كبداية الاعتياد عليه صعب جدا لكن مع مرور الوقت يصبح الموضوع سهل وفيم يصبح لا يمكنك استخدام محرر آخر يعني الآن أنا مثلا عندما أفتح محرر آخر لا يمكن أني أنا أستخدمه لأن اعتدت على التنقل بلوحة المفاتيح وأحيانا حتى بالترمينال عندما أفتح الترمينال هنا الخاص به فأنا أكتب أحاول التنقل بالترمينال باستخدام فيم باستخدام طريقة فيم لأن أصابعي نوعا ما اعتادت على فيم واعتادت على سرعة فيم طبعا فيم أيضا أنا قلت تعلمه يأخذ وقت تخصيصه يأخذ وقت لكن فيم بحد ذاته سريع جدا وليس ثقيل يعني كالمحررات الأخرى كأتم مثلا ليس ثقيل على الجهاز هو محرر بسيط جدا بسيط جدا من ناحية السرعة يعني وليس من ناحية الخصائص الخصائص ليست بسيطة الخصائص متقدمة يعني متقدمة جدا بخصوص فيم والآن السؤال الآخر هل يمكنني أن أستخدم فيم لتحرير الأكواد؟ طبعا يمكنك أن تستخدم فيم لتحرير الأكواد الخاصة بك أنا أستخدم فيم لجابا سكريب بشكل كامل فهنا بفيم أستخدم فيم حتى أقوم بكتابة أكواد ري أكت كتابة أكواد فيو جي أس كتابة غراف كيو إل كتابة ماذا أيضا؟ لا أذكر ما الأشياء التي استخدمناها بجابا سكريب؟ يعني كل تقنيات جابا سكريبت طبعا تايب سكريبت أيضا استخدمته في تايب سكريبت لنرى ماذا لدينا هنا فإذا استخدمناه في تايب سكريبت طبعا بإكسبرس فإذا كل التقنيات الموجودة بجابا سكريبت أنا قمت بكتابة الأكواد فيها باستخدام فيم فإذا يمكن ذلك لكن عليك أن تكون بالتخصيص يظهر فيم لك بهذا الشكل عليك أن تكون بالتخصيص طبعا دعونا ننتقل لموضوع التخصيص طبعا قبل أن ننتقل لموضوع التخصيص أريد أن أقول أن ليس فقط جابا سكريبت يمكنك أن تكتب أكواد VHP, Python و C++ أي شيء أنت تكتبه يمكنك القيام ببرمجة أو تخصيص 7 حتى يعني يظهر الأكواد لك بشكل صحيح ويؤمن لك ما تحتاجه أنت في بيئة البرمجة التي تريدها أو حسب البرنامج أو حسب اللغة أو التقنية التي أنت تستخدمها مثلا أنا خصصت فيم لجابا سكريبت لأنني استخدم جابا سكريبت كثيرة أنت مثلا تستخدم C++ عليك أن تخصصه بC++ جيد فإذاً هذا بخصوص استخدام فيم لكتابة الأكواد وفيم ليس فقط لكتاب الأكواد يمكنك أن تكتب فيه ملفات على السيرفر وأيضا يمكنك أن تكتب فيه أي أشياء يعني أنا أحيانا أكتب ملاحظات على فيم ليس بالضرورة فقط أكواد وبرمجة فإذاً هذا بخصوص الاستخدام بخصوص التخصيص التخصيص يكون من خلال ملف فيم أر سي وهنا طبعا أنا أريكم تخصيصاتي الآن هي يعني كثيرة جدا والطريقة التي أتبعها بالقيام ب الطريقة التي أتبعها بكتابة التخصيصات بملف فيم أر سي هو أنني أحب دائما أن أعطي تعليقات وأحدد أن هذا الأمر ماذا يفعل وبالتالي لأن مع مرور الوقت أنت ستزيد التخصيصات التي ستضيفها على فيم وستنسى ما هذا التخصيص الذي أضفته قبل عام فأنا دائما أذكر نفسي أن هذا التخصيص أنا قمت به يعني هذا التخصيص أنا قمت به اسمه كذا أو يعني كذا لذلك قمت به بالنسبة طبعا الآن سأأتي لهذه الأسطر لاحقا بالنسبة لهذه التخصيصات مثلا هذه التخصيصات تأتي من فيم نفسها مثلا سنتاكس هذا من فيم color scheme أيضا من فيم طبعا هنا أنا قمت بإضافة النمبر هذه النمبر التي تأتي هنا هذه النمبر الأسطر يعني عدد الأرقام الأسطر وقمت بإضافته من خلال هذه التخصيصات طبعا أنا لن أأتي إلى هذه التخصيصات لكن أنا أريد أن أريكم أن التخصيصات تصبح كثيرة وتخصيصات تكون كثيرة وهذا الشي جزء من صعوبة تخصيص فيم لكن مجرد أن تبدأ أنا برأيي إذا قررت أن تبدأ بتعلم فيم ومثلا أضفت تخصيص معين اتبع نفس طريقتي هو أنك قم بإضافة التخصيص الذي تحتاجه في وقت احتياجه مثلا تحتاج أن تظهر النمبر هنا فقم بإضافة هذا التخصيص مباشرة وقم بتعليق بالتعليق بهذا الشكل أنا الآن قمت بإضافة أرقام للأسطر وبهذا الشكل ماذا بهذا الشكل أنت تكون يعني فهمت يعني الأسطر التخصيص عفوا أنا أضعت الفكرة ربما أضعت الفكرة لا أعرف نسيت ماذا كنت أقول لكن هذا هو أنه وضع تعليق في ملف وهذا التعليق يساعدك على القيام يعني هذا يساعدك في المستقبل ويكون دائما ملف مرتب طبعا هنا لدينا لبلغنز فإذا هناك شيء اسمه بلغنز بفن يعني تضيف هذه البلغنز والبلغنز تعطيك مثلا خصائص معينة مثل ماذا لبلغنز مثلا أنا مثلا أكتب مثلا أكتب هنا كود مثلا جافا سكريبت لاحظوا كودي مرتب هل تعتقدون أنا رتبته؟ بالتأكيد لا إذا كان من جهتي أنا لن أرتب شيء هذا الترتيب يكون بشكل أوتوماتيكي يعني مجرد أن أقوم نقر على save يتم ترتيب الملف كامل وهذا الشيء عبارة عن بلغن يعني بلغن يعني إضافة لم تأتي من نفسه لكنها إضافة تم تطويرها من قبل شخص آخر فأنا قمت بإضافة البلغن بملف آخر يعني قمت بإنشاء ملف خاص custom configuration وقمت إضافة كل البلغن له كنوع من الترتيب كنوع من النظام وإذا ذهبنا إلى هذا الملف فطبعا هناك شيء اسمه plugin manager طبعا الآن أنا آسفة إذا الأمور أصبحت صعبة قليلا على الشخص المبتد لكن أنا أعطيك فكرة حول الأشياء التي ستواجهك باستخدام أو ما هو عن بشكل عام فهناك لدينا أعتقد اسمه bundle وهذا هو يقوم بإدارة plugins يعني من خلاله يمكننا تثبيت ممكن أن نحذف وإلى آخر فأنا هذه التي قمت باستخدامها طبعا أنا أريكم الخاصة به مثلا هذه لاحظوا اسمها هذه تساعدني مثلا إذا أردت مثلا أن أقوم بكتبت مثلا كونست مثلا هاي يساوي هاي مثلا وأردت أن أقوم مثلا بوضع هذا ضمن أو هذا ليس بشكل صحيح هذا ليس مثال صحيح مثلا هذه مثلا هذه الموديلز أردت أن أقوم بوضع carry brackets حولها فبكل بساطة باستخدام هذه البلغن يمكنني أن أقوم بذلك بنقارات بسيطة جيد فهذه هي فكرة مثلا مثل هذه البلغن أنك تساعدك على surrounding الأشياء مثلا بشيء معاين ب carry brackets أو شيء آخر فإذا لاحظوا هناك كثير من الإعدادات إذا أنا أردت أن أنظر إليها هذه الإعدادات أنا سأشعر أن هذا كلام من المريق وغير واضح لكن أنا الطريقة التي اتبعتها بتثبيت هذه الإعدادات ليس أنني قمت بنسقها من مكان ووضعتها هنا لم أنسقها من أي مكان الطريقة هي بكل بساطة هو أنني أنا أستخدم VIM شعرت أنني بحاجة لفيتشر أو خاصية معين أريد مثلا كما قلت الأرقام تظهر هنا ذهبت على الإنترنت وبحثت كيف أظهر الأرقام على VIM قالوا لي اذهب لفيم أرسي وقم بكتابة ست نمبر لم أكتب ست نمبر هنا جيد ووضعتها ورميتها بالملف وتركتها لا كتب تعليق عليها كتبت شو لين نمبر أكتب تعليق أنا أفهمه هذا التعليق أنا أفهمه أنت أكتب تعليق أنت تفهمه وعندما تحتاج شيء آخر عندما تحتاج شيء آخر أيضا قم بإضافتي هنا وقم بتعليقه يعني كتاب التعليق فوقه فمع مرور الوقت سيصبح لديك الكثير من الإعدادات لكن بنفس الوقت أنت تعرف ماذا كتبت أنت تعرف هذا الإعداد لماذا هذا الإعداد لماذا وبالتالي هذا الكلام المكتوب بهذه الملفات التي أنا أريتكم إياه ليس كلام مريخي بالنسبة لي وليس كلام صعب لأنني عندما احتجت هذه الخاصية ذهبت ووحدت عنها كيف أحصل عليها حصلت عليها قم بتعليقها يعني كتبت تعليق حولها أو ملاحظة والآن أنا مثلا هذه الأشياء كتبتها منذ سنة أو سنتين نسيتها لكن الآن أنا أعود إليها وأتذكرها لماذا لأن بكل بساطة كتبت تعليق حولها أنا اتكررت نفسي كثيرا لكن أريد أن تكون الأمور واضحة دعوني أجيب على الأسئلة بشكل سريع هل يمكن أن يتعلم فيم؟ يمكنك تعلم فيم ما الأشياء التي أحتاجها لتعلم فيم؟ تحتاج أن تكون صبور، تحتاج أن تكون هادئ ويكون لديك رغبة كبيرة في التعلم بعد استخدام فيم ستصبح خبير باستخدام فيم وبالتالي سيصبح أسرع باستخدام الأمور وسيطور عقلية فيم باستخدام بالكتابة الأكواد وأعتقد هذا أهم شيء أن تفكر بطريقة فيم هذا أيضا سينعكس على طريقة تفكيرك بالأماكن الأخرى أثناء كتابة الكود أو أثناء حسب استخدامك فيم هل أنصحت باستخدام فيم؟ أنصحت باستخدام فيم لكن أحذرك البداية ستكون صعبة وتالي عليك أن لا تتذمر وكل شيء يبدأ بخطوة فإذا هذا هو بخصوص شرحنا حول فيم أو مقدمة حول فيم أتمنى أني يكون بإجابة عن كل تساؤلاتكم وفقط فإذا شكرا لكم ومع السلامة